سلام الله عليكم أخواتي في الله تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال عيدكم مبارك سعيد أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله بعد الصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم إن شاء الله غادي قطعها عليكم اللحم ما شوي أو القطبان بالحم غادي نشوههم إن شاء الله وغادي نشوفوا معي الطريقة الصحيحة لتحضير هاد القطبان إن شاء الله على بركتي الله كنحتاجوا هكا اللحم يكون من الأحسن يكون ديل فقد أو ديل الكتف والجهة اللي كتكون شوية فتية كنجيبوا القطع دينا للحق ديل الحم وكنجيبوا هنا عندي واحد للقطب دينا للقطب دينا للقطب دينا للقطب دينا كيجي إرتب وكيجي فتي وكيجي طيب مزيان كيف غادي شوفوا معايا هاد الطريقة هادي كيف كتشوفوا خاكين العصب الداخل كيتقطع ما كيبقاش وما كيبقاش للحم دينا بحلي كيبتجمع أو شغان كيتقلص الحجم دينا وكيبضي قساح هاد الطريقة هادي كتساعد للحم باش يجي إرتب بعد ما يطيب بعد ما تكيتو مزيان غادي تحاولوا باش تهلسوا قاعدك للعصب اللي كيين الداخل كنحيدوا لكيين هاكا شرقة دينا يعني كتكون ديل الشحمة كتكون قاسها كنحيدوها وكنخلي هاد الفقنية غادي تبا خليتها وكنكتعوا عادي كنقطعوا في اللول على شكل طولي كيف كتشاهدوا هاد الطريقة بعد غادي نقطعوا الى مكعبات هادي مازال غادي نتكها شوية لان في هاد العصب الداخل باين فيه قاسح غادي نحاول نهلس فيه وغادي نقسمو على جوج كتشاهدو هنا ودابا غادي نبدي باش نقطعو الى مكعبات اللي هي متوسطة الحجم الحجم هنا حسب الرغبة ديالكم وخدتكبرو شوية الحجم يعني اللحم كي يجي فتي وكي يجي طايب كيف غادي نشوف ان شاء الله بوحدة بلا اللي هي رائعة كيف غادي نكمل بنفس الطريقة غادي نقطعو الى كل كمية اللي كان عندي ديال لحم ونرجع معاكم بإرني الله هنرجعت معاكم أخواتين بعد ما قطعت الى الكمية اللي عندي ديال لحم الكمية حسب الرغبة او حسب العائلة وهنا هي تطبيلة اللي غادي نحتاجو هاللحم إن شاء الله غادي نحتاجو واحد اللبصة اللي هي كبيرة مشلدة نقطع الى مكعبة اللي هي جد صغيرة لبصلة كبيرة او جوج صغر حسب الكيمية ديال الحم هنا وعندي هنال الملح وعندي الفلفل اسود ايلي بزار وعندي البابريكا ايت التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو والزنجبيل او رسكين جبير وجوج معلق ليهم اكبر اندي البقدون اسما فرومين والخرقوم البلدي وعندي هنال الحبوب ديال القصبر متحون ولم توفر مم توفرج ديال القصبر عادي والكامون وعندي هنال الحامض اي الليمون واحد نصف حمضة سنحتاجو العاصر ديالها على بركة الله نجيب الحم ديالنا كننشكلها كوحد الحفرة في الواسط وكنديرو دك البصل وغادي نضيف عليه البقدونيس المعقنوس والملح والتوابل كيبقوا حسب الكيمياء ديال الحم كل واحد حسب الكيمياء اللي يمتوفر عنده بلد هنا نصف ملعقة ديال اللي بزار ملعقة صغيرة الكامون واحد ملعقة اللي هي صغيرة كنعود معكم المكونات وكننضيف واحد ملعقة اللي هي صغيرة ديال زنجبيل اي سكينجبيل والخلق من البلد حتى هو ملعقة اللي هي صغيرة هنا نضيف البابريكا واحد ملعقة اللي هي صغيرة اللي ما بغاش يضيف البابريكا يستغنع ونضيف واحد الكيمياء ديال زيتون سيتم تكثرها مع المكونات ونضيف تقريبا جوج معلقة اللي هما كبار حتى ثلاثة ممكن تعاوضها بزيت النباتية ونضيف هنا الحمض غادي نعصر هاد الحمضة او نص حمضة كتخلي الحم كي يجي فتي وكي يجي طبو حتى الزيت زيتون او زيت نباتية ونخلط جميع هاد العناصر بغايتوا اددلو حتى الخل اددلو الخل لكن انا ما غاديش ننضيف الخل غادي نكتفي غير بالليمون لانا غادي نخليه ليلة كاملة من الاحسن كتوجدوه من قبل مهم اما كتوجدوه ليلة كاملة من قبل كتخليوه يبات كتردوه في تلاجا وكتخليوه ترقد في هاد توابيل او كتوه ولا ما كنتو زربانيين كتخليوه على الاقل وحتى تديل السوايا باش يتشرب مزيان بعد ما خلط مزيان جميع العناصر غادي نغطيب واحد البلاستيك غذائي وغادي ندخلوه تلاجا ونخليه ان شاء الله حتى يتشرب مزيان دوك التوابيل ونرجع معاكم بإذن الله هنا يرجعت معاكم أخواتين بعد ما خليت الحمد يلي في تلاجا ليلة كاملة هذا بغادي ان شاء الله نبدأ نعمره في القطبان قبل ما نعمره قدي نخلط شوية هنا يكن وجدو القطبان ديالنا اللي غادي ندلو فيهم الحمد وهاد الشبيكة هادي غادي نقلبها وكان بده بسم الله على بركة الله كندخلو القطع ديالنا ديال الحمد في هاد القطبان ديال الشيواء هاد الطريقة وكتحاولوا تبعدوا بيناتهم باش يدخلهم الطياب ما غاديش ياخدوا من الوقت بزاف الطياب لان اللحم يستعملنا اللحم اللي هو رطب وفتي ديال الفخد او ديال الكتف عفوان تليفتكت لكم ومع ديك تتبيلا ومع اضافات الليمون وديك الطريقة اللي دلناها باش تقبنا ديال لاشكلنا توقوف هاد الحم باش نقطعو لك انشي عصب تما في الحم كنحاولنا انضغط ونا نوسع بيناتهم هاد المازين غادي نزيد فيها واحدة باش يجي الحجم دياله او نتقدين وغادي نكمل بنفس طريقة حتى نعمل جميع الاقطبان اللي عندي هنا بسم الله نعمل بعد ما اكملت هاد الكيمية اللي نقربها لكم غادي ناخدها باش نطيبها فوق الفاخل اللي شعلته من قبل خليت واحدة نزلت شوية ديك العافية او النار نزلت شوية ما بقاتش مجهدة من بعد ما كنت نقص ديك العافية وكان نحطو للاقطبان ديالنا كل ما اللي كان قلب فيهم حتى يدخلهم طياب يطيبون بزيال ما غاديش ياخدوا مننا الوقت بزاف لان الحم فتي مع خليتوا بيت ليلة كاملة ونرجع معاكم باذن الله مشتشوفوا الشكل النهائي موسيقى وهذه هما الاقتباط ديالنا اللي موجدين اليوم ان شاء الله تمنى ان شاء الله هنا ليعجب ديالكم كتقدموهم سخونين مع ابو واحد للبراد ديالاتاي وعيدوكم مبارك سعيد وفي الطياب ما تخليهم مش بزاف على الفاخر لانه مضغيق يدخلهم طياب وكيطيبون ما كياخدوش الوقت بزاف ولاخليتوهم اكتر من اللازم غا يبدو يتجمع معاكم للحم ويقصح معاكم وكان شكلكم اخواتي على المتابعة ولعجب لكم الفيديو ما تنسوا تشجعوني بلايك واتبرتجوا الفيديو مع الاحباء ومع صديقة للكم باشتعوم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة